اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارتفاع هذه الصورة هي Y' المسافة بين الجسم والعدسة هي S كما معلوم المسافة بين الصورة والعدسة هي S' النقطة البؤرية الأساسية هي F والثانوية هي F' عندي برامترين ظهرا جدد اللي هي بعد الجسم عن البؤر الأساسية هو X وبعد الصورة عن البؤر الثانوية هو X' لين راح احتاجهم بالعلاقات فواضح صار عدي جسم MQ صورة M' Q' بعد الجسم S عن العدسة بعد الصورة عن العدسة S' بعد الجسم عن البؤرة هو X X' وبعد الصورة عن البؤرة الثانوية هو X' فراح تشكل عدي مجموعة من المثلثات راح استخدم قسم من عدها في اشتقاق صيغة نيوتن وإيضا صيغة قاوس سقاق بسيط يعتمد على طابق المثلثات so this figure the necessary features of the diagram are repeated in figure 4k which shows only to raise leading from the object of height y to the image of height y' so let S and S' represent the object and image distances from lens center and X X' their respective distances from the focal points F and F' from similar triangles Q' T S من المثلثات المتشابهة Q' T S onde K' اللي هو نقطة النهاية للصور T اللي عند النقطة او احد الشعاعين اللي راح يسقطن على العدسة و S اللي هو النقطة الثانية اللي يسقط بها الشعاع الثاني من الجسم فعدي هذا المثلث الكبير اللي يتشكل مع الصورة Q' T S هذا المثلث الأول المثلث الثاني اللي هو F' T A F' T A اللاحظة بالشكل F' اللي هي البؤرة الثانوية T نقطة دخول الشعاع الأول للعدسة و A اللي هي البرتكس مع العدسة F' T A إذن صار عدي مثلثين متشابهين كنسبة وتناسب Q' T S و F' T A واضح أمامنا المثلثات So from similar triangles Q' T S and F' T A the proponational T between corresponding sides gives by النسب بين الجوانب المتطابقة يُعطى بالعلاقة التالية Y اللي هو ارتفاع الجسم ناقصا Y' اللي هو ارتفاع الصورة على S' اللي هي بعد الصورة عن العدسة يساوي Y على F' اللي هو البؤرة الثانوية هذه العلاقة هي مشتقة من تطابق المثلثات اللي اختاريناها بالحالة الأولى Note that Y-Y' is written instead of Y زائدا Y' كانت الإشارة بيناتهم سالبة because Y' by the convention of signs حسب اتفاقية الإشارات is a negative quantity هي كمية سالبة لأن هي شنو الصورة الظاهرة عندنا بشكل مقلوب أوكي فتكون إشارتها سالبة طبعا قبل هذه العلاقة أكو شنو لازم تجري بعض الترتيبات البسيطة هذه لازم يعني تقدر تعتبر Homework عليك أوكي حتى توصل لهذه الصيغة فهذه ثبتة يمك هذا عندك معادلة أو معادلتين Y-Y' قبل هذه المعادلة هذه ثبتة يمك هذه Homework يعني إذا أجاك هذا الاشتقاق بصيغة كوز أو بالامتحان فإنتما تبدي من هذه المعادلة تبدي من معادلة أخرى قبلها معادلة بسيطة يعني تقدر تستنتجها من نفسها هذه المعادلة بس حتى تكون الاشتقاق بشكل كامل من البداية So اختارنا الإشارة السالبة لكون هذه الصورة هي صورة مقلوبة and from the similar triangles ومن المثلثات المتشابهة QTS وFAS QTS Q بالجانب الأيسر QTS وFAS أوكي في جانب الجسم المثلث يعني Q T T S والمثلث الآخر F عن العدسة بجمع هاتين المعادلتين نحصل على Y minus Y prime over S plus Y minus Y prime over S prime اللي هو الطرفين ليسرين من المعادلتين equal Y over F prime minus Y prime over F جمع بسيط ليه المعادلتين لآن عندنا بعض التقريبات Since Since F equal F prime بما أن البعد البعري الأساسي يساوي الثانوي The two terms on the right can be combined and Y minus Y prime cancelled نقدر ندمج أو ندمج الحدين في الطرف الأيمن والنتيجة Y ناقص and Y prime cancelled out أوكي تعتبر يعني ملغية Yielding the desire equation منتجة المعادلات التالية أوكي 1 over S plus 1 over S prime يعني شنو قصده يعني شنو نطلع Y ناقصا Y prime كعامل مشترك أوكي خارج قوس داخل القوس راح يصير عندك 1 على S زائدا 1 على S prime هاي خلصنا الطرف الأيسر الطرف الأيمن راح يكون عندك خارج قوس Y ناقصا Y prime وداخل القوس بما أنه احنا ساويناهم راح يطلع عندك واحد على F أوكي فY ناقصا Y prime هذه الكمية راح تختصر من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر من المعادلة فهذه تكمل هاي يعني إذا يجبب وبالتالي راح تبقى عندنا شنو المعادلة الأساسية المتعارفة اللي هي واحد على S زائدا واحد على S prime يساوي واحد على F هذه سموها صيغة العدسة بشكل قاوس أو بصيغة قاوس الآن من نفس الشكل طبعا هذه الصيغة احنا مرة علينا هسا هذا يعني اشتقاقها البسيط أوكي اللي هي واحد على F زائدا واحد على S prime يساوي واحد على F هذه الصيغة مرة علينا وهذا هو اشتقاق Another form of the lens formula صيغة أخرى للعدسات تسمى Newtonian form الصيغة أو صيغة نوتن أسهل يعني باللف صيغة نوتن is obtained in analog's way from two other sets of similar triangles هذه صيغة نوتن نشتقها من مجموعة أخرى من المثلثات من نفس هذا الرسم اللي هو 4K ناخذ مجموعة أخرى من المثلثات ونستخدم أو نشتق صيغة نوتن للعدسات صيغة نوتن راح يدخل بيها براميثر آخر من المثلات من المثلات من المثلات من المثلات قمف قمف وف قمف لاحظة بالشكل كيو أم أف وف أي أس هذا أن المثلثين اختارها نوتن حتى يوجد العلاقة اللي تخص هذه العدسة كيو أم أف وف أ أس هذا أن المثلثين متشابهين on the one hand and ت أ أف المثلثات الأخرى ت أ أف 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 مجموعتي من المثلثات المجموعة الأولى كيو أم أف والمجموعة الثانية أو المثلث الآخر أف أف ذالني راح أطلع منهن تطابق المثلثات ويستنتج منهم فالصيغة معينة والمجموعة الثانية من المثلثات إي أف 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 برايم تي A F' و F' N' Q' فمثلثين بالجهة اليسار من العدسة ومثلثين في الجهة اليمين من العدسة اللي تخص الصورة فمن تطابق هذه المجموعتين من المثلثات راح نجد Y على X Y اللي هو ارتفاع الجسم على X اللي هو بعد الجسم عن البؤرة الأساسية كما في الشكل يساوي ناقص Y' اللي هو ارتفاع الصورة على F اللي هو البؤرة البؤرة الأساسية هذه منين اشتقيتها هذه منين وجدتها من تطابق المثلثات أو المثلثين QMF و FAS and equation by the others بضرب معادلة في المعادلة الأخرى واختصار ارتفاع الجسم وارتفاع الصورة تفصيط هذه المعادلة تفصيلها أيضا عليكم مجرد ضرب المعادلتين وحدة بالأخرى راح يظهر عدي X عن البؤرة لاحظ X بعد الجسم عن البؤرة في X' اللي هو بعد الصورة عن البؤرة الثانوية يساوي يساوي مربع البؤرة البؤري أبعاد المعادلة أبعاد الجسم تم أخذها بالنسبة إلى العدسة يعني S هو بعد الجسم عن العدسة والS' هي بعد الصورة عن العدسة فالمقياس مالتنا منه كان العدسة البؤرة البؤرة عن العدسة هذي وين صيغة قاوس بينما بصيغة نيوتين اللي هاي أمامنا X X' يساوي F سكوير هذي شنو المقياس مالتنا They are يعني the distances المسافات are measured from the focal points تم أخذ المسافات بالنسبة للنقاط البؤرية بالنسبة للنقاط البؤرية فهذا الصيغة هي صيغة جديدة بالنسبة لكم وتعتمد على قياس المسافات بالنسبة إلى النقاط البؤرية Object distances أبعاد أو مسافات الجسم S or X يعني بالنسبة للعدسة بعد الجسم بالنسبة للعدسة أو بعد الجسم بالنسبة للنقاط البؤرية are positive تكون مجابة If the object lies to the left إذا كان الجسم يقع إلى يسار العدسة ما كمام التفقين سابقا of its reference point بالنسبة إلى نقطة اللي هي A or F بالنسبة للX وA بالنسبة للS فإذا كان الجسم يقع على يسار العدسة فشنو راح يكون عندي الإشارات موجبة و بينما بينما أبعاد الصورة اللي هي S' أو X' are positive if the image lies to the right إذا كانت الصورة تقع إلى يمين العدسة إلى يمين العدسة أيضا تاخذ بعد الصورة عن البرتكس أو عن العدسة موجب اللي هو أو بعد الصورة عن النقطة البؤرية الثانوية اللي هي X' أيضا تاخذ إشارة موجبة إذا كانت الصورة تقع إلى يمين العدسة اللي هو هذه قلنا للتفاقية ما للإشارة بينما إذا الصورة إجت صار مكانها بالجهة اليسار يعني بنفس جهة الجسم فهنا لا راح يصير شنو قياساتها سالبة إذا أيضا المدينة س' أو X' are positive إذا المدينة إلى المدينة من المدينة A أو F' respectively لذلك المدينة المدينة تخطي من الأقوية 4C correspond ل جاوس الفور بالنسبة لتكبير العدسة وتكبير الصورة هو يخضع لصيغة جاوس أو يتبع لعلاقة جاوس أما إذا أخذنا من المسافات بالنسبة إلى النقاط البؤرية One should use the Newton form يعني إذا كان مطيك هو الأبعاد قلت لك بعد الجسم عن البؤرة هو مثلا 4 سنتيمتر وبعد الصورة عن البؤرة الثانوية هو مثلا 6 سنتيمتر بعد يعني ما تشتغل عندك الS والS برايم لازم هنا تستخدم علاقة الX والX برايم So which can be obtained directly from equation 4 J M اللي هو المغنيفكيشن رح يصير عدك Y برايم على Y رح يساوي لك ناقص F على X ويساوي ناقص X برايم على F ظهرت عدك صيغة جديدة ظهرت عدنا صيغة جديدة للتكبير للتكبير الصورة من الاستناد إلى المسافات المأخوذة في صيغة جاوس كوريسبوندي 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 لك جاوس ولكن بصيغة نيوتن ولكن باستخدام صيغة نيوتن عفوا M إكوال Y برايم أوفر Y هذه مشابهة للعلاقات اللي خذناها سابقا ولكن هنا بالطرف الآخر ما رح يكون الS والS رح يظهر عدي ناقصا F على X أو يساوي ناقصا X على F فهذه معادلة معادلة التكبير بالنسبة لبعد الجسم والصورة عن النقاط البؤرية المعادلة التي أخذناها قبل قليل X X X برايم يساوي F سكوير هذا على افتراض أن الأبعاد البؤرية الأساسية والثانوية متساوية وهذا ناتج من كون الوسط اللي يحيط بالعدسة يعني يمين العدسة ويسار العدسة هو نفس الوسط وبالتالي نفس معامل الانكسار يعني فرضا هواء فظهرت عندنا هذا الصيغة اللي هي X X برايم يساوي F سكوير أما إذا افترضنا أن الأوساط هي مختلفة يعني الوسط اللي يسار العدسة معامل انكسارة يختلف عن الوسط اللي على يمين العدسة فبالتالي راح لازم شنو انتبت الأبعاد البؤرية بشكل منفصل ويظهر عندك X X برايم يساوي F F برايم يعني كل جانب ياخذ قيمة المحددة فحسب طبيعة الأوساط اللي اتحيط العدسة فهذا ما يخص محاضرة اليوم اللي هي أضافية على محاضرات السابقة اللي هي اشتقاق صيغة نيوتن في العدسات احنا المحاضرة السابقة اشتقنا Drobation of the Lensmakers Formula اشتقنا صيغة صانع العدسات فهذه الصيغة مختلفة للتعامل مع الجسم والصورة بالنسبة للعدسات الرقيقة حسب الDimensions اللي اخذها واعتمد عليها فمحاضرة هذا اليوم ستكون الى هذا الحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر